طيب قولي بمناسبة لأني مش روحة موقف يعني صديقنا كان زميلنا علاء وحيد كان كلمك أهى أهى المتحدث الإعلامي للنادي الإسماعيل كنا انتقضنا طبعا يعني مدخلاته اللي كان فيها يلوح لأن ظلما يعني يحيق بالنادي الإسماعيلي بعدم لعب مبراته في الإسماعيلية أمام الأهلي وكنا بنقول له الظلم لو كان الأهلي بيستغل الموفقات اللي هو واخدها في القاهرة وبيلعب في القاهرة والإسماعيلي بيلعب بره القاهرة بره الإسماعيلية وقلنا له يعني الدنيا مش نقصة ان احنا نكرس لهذه المعاني لأن فيه شباب جديد بيطلع ما بيسمعش غير الكلام ده وبيصدقوا اللي هو كل النجوم الرموز الكبار في النادي الإسماعيلي نفته مرارا وتكرارا على ما رسخ في الأزان الأهلي ما استضابش الإسماعيلي وقت مش عارف إيه وكلام بيفرغ الأندية لكل يوم التاني بنجد أنه الأهلي أكتر نادي كان حريص يدي الإسماعيلي حقه بالعكس كل ما حاق بالإسماعيلي من أضرار كانت في صفقاته اللي برا النادي الأهلي ورغم هذا كان مشكورا الأستاذ علاء وحيد حريصا أن يتواصل معي تاني يوم من البرنامج على طول وقال لي أنا ما أصدتش المعنى ده وربما أن أنا ما وضحتش وكان عندكم حق في مذهبتم إليه من أن الدنيا مش نقصة لكن أنا كنت كل اللي عايز أقوله أن أنا بركز أمنيتي أن الإسماعيلي يلعب في الإسماعيلية ولكن أنا عارف النادي الأهلي ملوش دعوة أن المسألة في أولا وأخيرا تأتي من نظام عام وظروف عامة أمنية وأنا ما قصدتش أن النادي الأهلي بيأخذ ميزات لا يحصل عليها الإسماعيلي ووضح موقفه وقلت له كل اللي همنا أن إحنا مسؤولين عن التنوير وعن التوجيه لأن فيه ناس بتسمعنا وبتبني موقفها الشخصية على ما يقالوا في الإعلام فأصبح لزاما نحن ناخد الناس في سكة الروح الرياضية والسلوك الرياضي ونرفع بقى المظلومية اللي عايشينها وبتؤدي إلى الاحتقان والرجل أقر معي هذا الموقف أنا كان لازم أشكره على شجعته أشكره على مبضرته أشكره على حرصه على أنه يعني ينفي تماما أنه في أي لحظة كان يسعى إلى هذا الاحتقان وأنه وعده أن نكون جميعا يعني سلاح عشان ندعم السلوك الرياضي والتواصل بين الجماهير المختلفة ده كلام مهم جدا لأن الحقيقة كمان لما تفتكروا حضراتكم أنه كل ما يفعله الأهلي مع الإسماعيلي شيء إيجابي ودعم للإسماعيلي وتفتكروا الموسم اللي فات الكابتن على أبو جريشة قال الكابتن محمود الخطيب قال لي الأهلي مفتوح أي لاعب تتفق معاه ويوافق يروح لك أنه نحن موافقين ومش ناخد مقابل في سبيل دعم الإسماعيلي في هذا الظرف لكن زي ما قلنا لكم كتير جان بول سارتر قال الجحيم هو الأخرون فكرتني بحاجة لأن الحقيقة هم الأخرون بجد هناك من يحرص دائما وأبدا على إشعال الفتنة في منطقة العلاقة بين الأهلي والإسماعيلي لمصالح أخرى فباستمرار مجرد ما يحدث استقارب أو مجرد ما يحصل توافق وتلاقي وإن الأهلي يقدم أي دعم وأي عون نبص نلاقي هؤلاء يعبثون دائما وأبدا في محاولة إثارة الفتنة وإشعال الأزمة بكلام حتى كابتن سيد عبدالراد زي ما بقولك طلع مرة قال علي الطلق بالتلاتة ده ما حصل كلهم وكابتن أعلى أبو جريش إنك أنت تقول للأهلي رفض استقبل الحقيقة ما حدش قال إن ده حصل إنه الأهلي رفض استقبل تدريب الإسماعيلي أيام التهجية كله كان بيحكي كيف دعم النادي الأهلي كل المواقف التي طلبت منه لكن فكرتني بحاجة أو الموقف ده فكرني بحاجة كيف كانت العلاقة أنا كنت مديري النادي الأهلي وكنت حريص جدا على إن نحاول نعمل جزور من الود بيننا وبين كل الجماهير وخصوصا نادي الإسماعيلي سعادني في هذا رحمة الله عليه الأستاذ عبدالعظيم السند اللي كان رئيس ربطة مشجعي النادي الأهلي في أول تأسيس ريها زمان وكان الأستاذ عبدالعظيم السند متواصل مع الروابط الأخرى خصوصا في بورس عيد والإسماعيلية تحديدا أي فكان بينصق دايما لما ييجي الإسماعيلي مصر يكون في استقباله الأستاذ عبدالعظيم السند يستقبل الرابطة ويكون حريص على كل طلباتهم في أن الناس ييجي وتخرج من الناحة الجماهيرية مش الأمنية فقط الأمنية دي كانت بتاعتنا لأن كان فيه البدايات كانت بدأت في اللعب فيه العلاقة بيننا بالنادي الإسماعيلي وعمل دور كويس جدا وكان العكس لما يروح الإسماعيلية الرابطة بتقابله وبيكون حريصة على أنهم يرفقوا بعثة الآلي حتى مغادرتها من نادي الإسماعيلية شافت عهد من الإسدهار أنا لما جيت استقلت من نادي الإسماعيلي يعني أنا ربنا كرمني في حاجات كتير جدا عملوا لي تكريم الرابطة مع العاملين في النادي الإسماعيلي عملوا حفلة عشان إرادة يخش للعملين في النادي الإسماعيلي سندوق العاملين أستاذ محمد عبدالجايد استأذنني إحنا لنا حفلتين كل سنة مع فيلم الدرايب قلت له خد واحدة منهم وعمل حفلة وفي هذا اليوم كانت الرابطة موجودة عشان تكرمني ودوني كده يعني كاس وبتاع ملتوب عليه الرابطة أستاذ عبدالعزيم سند وكان حريص على أن يدعو رابطة الإسماعيلي في هذا اللقاء أنا بقول لك ليه وكان حفلة فيها جاب وديع الصافي أنت شايف يعني ناس مش بتأذر حتى العاملين في النادي الإسماعيلي لما كانوا نظاموا حاجة على مستوى الأهل المرة الغنى وديع الصافي حفلة خاصة إرادة للنادي الإسماعيلي للصندوق العملية فكانت الدنيا حلوة كانت تعرف تليق أحد يتكلمه هي دي اللي كانت ناس عندك أدوات المشاجعين النهاردة اللي على السوشال ميديا يقدروا يشتغلوا في الاتجاه ده آه يقدروا ويقدر يكونوا أحد أسباب التقارب مش التحفيل 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 اللي ما حادش بيكسب منه حاجة الحقيقة أنا والله لما بزيد التحفيل بتشائم والله العظيم حتى لما بيكون أنا مستفيد منه سلوك مش رياضي ما إحنا مش حنستمتع لذا كنا وإحنا نقدر نقابل بعض بعد الفوز والهزيمة طيب